بعد ساعات قليلة يوم الخميس حنبدأ فصل الصيف رسميا وفلكيا ظاهرة كده حنشهدها اسمها ظاهرة الانقلاب الصيفي العلماء الفلك كده والحسابات الفلكية بنتكلم على 93 يوم و15 ساعة و53 دقيقة هي عمر فصل الصيف يعني اللي احنا كنا فيه الايام اللي فاتت دي مش فصل الصيف احنا كنا فيه فصل الربيع والنهاردة كده خلاص رسميا بنودع فصل الربيع لسه اللي جاي اتقل شوية فصل الصيف هيبتدي زي ما قلت لحضراتكم فترة طويلة ايه هي العلامات الخاصة بهذا الفصل فيزيقيا وفلكيا ازاي بيتم حساب ما يعرف بحالة الانقلاب الصيفي حاجات كتيرة جدا هتكلم عنها من وجهة نظر علمية استمرار هذا الفصل اللي حنعيش ايام فيها نهار طويل جدا ودرجات الحرارة كلنا طبعا الفترة اللي فاتت عنينا من موجات حرة متعاقبة هل الموجات دي هتستمر وحتزيد حدتها ولا لا اسئلة كتيرة هنسألها معظفنا الكريم اللي منوارنا في الستوديو الدكتور اشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجو فيزيقية اللي هو مرصد حلوان مرصد الاهم والاشهر برحب بحضرتك كل سنة وحركة طيب اهلا وسلم بحضرتك دكتور ايه الظاهرة دي اللي احنا هنشهدها بكرة فلكيا يوم عشرين يونيو ايه ببساطة زي ما درسنا في المدارس الزمان الارض بتلف حولين الشمس مرة كل سنة وده اللي بيقدك تعاقب الفصول عندنا اربع زوار اه بتبقى ميل الشمس الظاهري طبعا لان الارض هي اللي بتلف مش الشمس من ناقص تلاتة وعشرين ونص درجة لزائت تلاتة وعشرين ونص فدلوقتي ميل الشمس وصل لأقصى ميل لي اللي احنا هنشوفه زائت تلاتة وعشرين ونص لو احنا رحنا عند اسوان بكرة وبعده هنلاقي اشعة الشمس بتنزل عمودية على اسوان بتنزل عمودية لان اسوان جنوبها بيوجد مدار السرطان فلما الشمس بتبقى عمودية على مدار السرطان بيبتدي فصل الصيف لشمال القرى الارضية وفصل الشتاء لجنوب القرى الارضية بينعكس لما الشمس تتعامل على مدار الجدي اللي هو بتبقى الميل بيبقى عندنا السلاتة وعشرين ونص بيبقى العكس الشمال الشتاء والجنوب صيف حاجة الظريفة بقى في الربيع والخريف اللي هو شهر 9 وشهر 3 بيبقى ميل الشمس بصفر عند خط الاستوى بتتعامد على خط الاستوى بيبقى 12 ساعة له لـ 12 ساعة نهار في العالم كله بس احنا ما حسناش بفصل الربيع دكتور لأ حضرتك حسيت اولي بيحصل ان السنوات الاخيرة بيبقى الشتاء بيتأخر والصف بيتأخر يعني ساعات بيجي الشتاء بنقول ده خلاص الربيع ابتدأ الشتاء لسه شغال لي لان ده بيبقى داخل فيه عوامل كتيرة جدا داخل فيه النشاط الشمسي داخل فيه سرعة الرياح داخل فيه التلوث الصناعي اللي احنا داخلين فيه عوامل كتيرة جدا داخلة في الموضوع ده فما تقدرش تقول ان النشاط الشمسي بيسبب حرارة جامعة او ان احنا استمر في حرارة عطوة ممكن تلاقي في وسط الصيف ده درجة الحرارة قلت ان مثلا فيه رياح جات طبعا مش اتكلم عن الارصاد الجوية في هيئة الارصاد الجوية مسؤولة عن الموضوع ده بس هي بصفة عامة احنا بنتكلم على حرقات الارض حوالين الشمس اللي هي بتأثر على المناخ بصفة عامة يعني ما فيه الصيف هيجي مثلا في شهر ثلاثة ما فيه الصيف هيجي في شهر اربعة الصيف دائما بيحصل 21 او 20 يونيو حسب السنة اللي احنا فيها اذا كانت سنة بسيطة او سنة كريسة او كلام ده كله الربيع بيجي على طول 21 مارس لو اختلف يعني زمان مثلا جملة او الربيع بيحصل 11 مارس عرف ان هما فيه غلط في السنة بدل ما هيه 365 يوم وربع بعد 365 يوم وربع الا 11 ديئة ده بتحدد بدقة زي يا فندم انا برضو اكيد الناس بتسأل وانا برضو بشكل شخصي عايز اعرف يعني طبقا لعلوم الفلك ايه العوامل و ايه القدرة الخاصة بعلوم الفلك بالتنبؤ بهذا الشكل ورصد هذه الظواهر الطبعية طيب انا ارجع للتاريخ المصري القديم انسان ما كانش عنده تكنولوجيا ولا اي حاجة مصري القديم يتعلم ان هو لما بيبص للسماء بيتعلم حاجات كتير او يقدر يبني الهرم يقدر يعمل تعامل للشمس الهرم مبني من ناحة الفلكية الجهات بتاعته لو انت جبت اعظم المهندسين في الدنيا دولت مش عارف بنفس الطبع يعني علم الفلك معلش اسبق من علم الهندسة هو اللي بيرسم ازاي المهندس اشترك انا ما فيش علم بيتفضل يعني هو اللي بيرسم للمهندس حضرتك المهندس هو الفلكي هو الطبيب هو العالم هو كل حاجة لان ما فيش حاجة اسمها علم منفصل عن علم الكلام ده فضل لغاية الاربعينات من القرن اللي فات يعني حتى في مارسة حلوان كان المهندس فلكي والفلكي مهندس وخريج نفسه كلية هندسة وفلك فحضرتك المصر القديم لاحظ ان الشمس في نجمة بتظهر لها نجمة سوبدة عند الفرعنة او سيرس باللغة الاجنبية او الشعرة الشعرة اليمنية اللي هي مذكورة في القرآن دي كانها بتحترق مرة كل عام بتختفي سبعين يوم ويجي في يوم من الايام دي ظهرت الشروق الاحتراقي بتحصل يوم 19 سبعة في مصر هنا دلوقتي بتحصل 24 سبعة عند الاهرام واحتفلنا بيها عند الاهرام مرة فسوبدة دي لما بتيجي لحضرتك ويتبنك انها بتحترق مع شروق الشمس بيحصل الظاهرة دي مرة كل 365 يوم وربع عرفنا بقى ان طول السنة الشمسية 365 يوم وربع عرفنا ان تساوي الليل وتساوي النهار بيحصل في 21 مارس وفي 21 تسعة و22 تسعة اللي هو الاعتدال الخريفي عرفنا الانقلاب الصيفي عرفنا الانقلاب الشتوي ابتدنا نعمل حاجات اعمق بقى ابتدنا نبني مباني في حاجة اسمها مفيش نقطة شروق ونقطة ضروب رب المشارقي والمغارب في كل يوم الشمس بتشرق من نقطة وتغرب من نقطة في مشرق في مساحة ما ومغرب في مساحة اخرى اه بتتحرك الشمس من نقطة 23 ونص ل23 ونص عشان كده لما جينا نقلنا المعبد ساعة السد العالي اتنقل ياما اغير في الدزاين او الشكل بتاع المعبد ياما يحصل شفت يوم لان المكان اتغير لان نقطة الشرق اتغيرت صحيح وبالشمس بتعد على كل نقطة من النقطة دي مرتين في اليوم ممكن نخش بقى للهندسة نقدر نبني مباني زي المباني القديمة ان هي تبقى في الصيف جواها جميل وفي الشتاء دفن ده حسب ان انا اعرف ان القوضة دي هيبقى نقطة الشرق فين ونقطة الغروف فين دكتور اشرف هل علميا وفلكيا صحيح ان ده اطول ايام السنة نهارا واكثرها ارتفاعا في درجات الحرارة هل علميا ممكن اقول كده لا اكثرها ارتفاعا لا بس اطول نهار ده شيء طبيعي لان الشمس بتسطع بفترة اطول على نصف القرى الشمالي فبتبقى اطول نهار في نصف القرى الشمالي اطول نهار هنشهده في السنة هو بكرة وبعد كده بتبتدت ايه اللي بقى لغاية ما نوصل للاعتدال الخريفي اللي هو في شهر تسعة بعد انتهاء فترة الصيف ده فلكية لكن جو حر او مش حر ده ارصاد جوية ده مش ارصاد جوية بس ان تخش فيها الفلك واخش فيها الارصاد الجوية بتخش فيها عوامل كتيرة جدا بس انا ما اقدرش اقول كده غير بيبقى عندي مثلا اقمر صناعية بتصور ليه السحاب وهو جاي بيبقى عندي درجات الحرارة الضغوط اللي موجودة الخريح اللي بتعملها الارصاد الجوية وطبعاً دي لها تطبقات كتيرة جدا لها تطبقات في الطيران لها تطبقات في البناة في الرياح في حاجات كتير جدا عشان كده هاية الارصاد الجوية لازم يومياً بتعمل تقارير للطيرات بتعمل تقارير حتى حمولة الطيرا نفسها بتعتمد على درجة الحرارة وعلى كسافة الهوى وعلى حاجة كتير جدا فده علمه معقد الواحد ما يستسهلش مثلا أرصاد جوية كل علوم الحياة حضرتك اللي بتعتمد حتى نقل اللي بيبسوا التلفزيون دلوقتي معتمد على أقمار الصناعية أقمار الصناعية يكفي أن أنا أقول لها حضرتك في 2022 أربعين أمر صناعي يتحركوا من مكانهم لتجد عصفة شمسية وده اللي إحنا ممكن نخرش له بعد كده أن احنا في ظروة ما يسمى بالنشاط الشمسي أو دورة نشاط الشمسي اللي هي 11 سنة عايزين نوضح المصطلح ده ومصطلح علمي لسادة المشاهدين إيه المقصود بفكرة النشاط الشمسي دي حاجة طبيعية برضو عشان الناس ما تتخدش لأن احنا ممكن لما بدين نفسر حاجة أو نشرح للناس حاجة الناس بتتخد تقول دي إحنا داخلين مثلا في عصر جليدي أو داخلين في عصر حار جدا وفي زوهر طبيعية لا دي كلها حاجة طبيعية جدا يعني ما بتقلقش يعني من سنتين اتسألت نفس السؤال هو وصيف درجات الحرارة عالية ليه هو وصيف اتأخر ليه هي الشتاء مش عايزة تيجي ليه الكلام ده كله فالنشاط الشمسي الشمس لسبب ما مفاعل زر كبير فدورة النشاط الشمسي تبقى عبرها 11 سنة بتزيد هي ابتدت في 2019 في احنا دلوقتي في النص في اعتبر في الزروة بتاعتها لغاية نص السنة اللي جاي زروة النشاط الشمسي معناها ان فيه انفجارات شمسية فيه عواصف بتحصل للشمس الحاجات دي تصل للأرض بتعمل شحنات كبيرة جدا بتأثر على الأمار الصناعية بتأثر حتى على الكهرباء يعني في كندا وامريكا اتدمرت بعد الشبكات او بعد الشبكات اتأثرت نتيجة العواصف اللي هي شحنات كبيرة جدا بتخش شبكات الكهرباء فبتزود الطاقة بتاعتها فبتخرج عن الخدمة فيه اتنين امر صناعي كان دي تأثروا برضو في العشرين سنة اللي فاتوا فيه اربعين امر صناعي في فبراير اتنين وعشرين بعد اطلاقهم بخمس ايام الى اقمر الانترنت اتحركوا من مكانهم نتيجة العواصف الشمسية فده ما بيأثرش هل تختلف دكتور برضو عشان برضو نفهم اكتر من يعني جغرافيا من مكان لمكان اخر لا هي بتقصر على بر الارض على بر الارض كل بر الارض كل هل احنا احنا كمصريين او كمصري كمصريين حضرتك اللي ممكن تشوفه بكتير او لو نفتكر عشرة ميل اللي فات كان فيه العاب نارية مالت اوروبا لغاية الجزائر شفنا ما يسمى بالوهج القطبي او الوان خضرة وصفرة وحاجات كده في السماء الناس احتفلت بيها وفارحة بيها الوهج القطبي ده غالبا بيحصل عند القطبين لان ربنا حامل الارض بحزامين مش شحنات الكهربائية اسمهم حزام فان ألين الحزامين دول بيحموا الارض من كل الشحنات دي ومن كل العواصف ومن كل حاجة حاجة ممكن قلتها قبل كده والناس اتخطط لو انت تحسب امكانية انتهاء الحياة على الارض قد ايه هتلاقي احتمالية كبيرة جدا الاحتمالية الليلة ان احنا نفضل في النعمة اللي احنا فيها يوم الايام اقرب لا مش يوم الايام ده من ساعة الارض ما تخلقت غاية النهاردة صحيح ما احب حدش عارف علم لا من ساعة ما تخلقت الارض الغاية النهاردة لو الشمس قربت شوية لو فيه مزنب لو فيك الاحتمالات بس اللي حافظ الارض سبحان الله احنا زي بيت زجاجة ربنا حافظنا الحمد لله من كل حاجة عمل لنا احزمة تحمينهم العواصف الشمسية تحمينهم الشوحنات الكاربائية ده التوازن البيئي اللي بسموها توازن الحياة توازن الحياة دي نعتبر احنا بنغير في القشرة لكن انت لكون حضرتك 15 مليار سنة الارض البقعة الشمسية اللي بتكلم حضرتك عليها اللي هي بتزيد اثناء النشاط الشمسي تشيل مثلا 20-30 ارض بقعة واحدة على الشمس الشمس قد الارض مش اقول مثلا يعني ممكن يوصل لملايين المرات الكواكب دي كلها لو جات على الشمس مش هتعمل بقعة واحدة فاحنا الكون عظمته وعظمة القلق سبحانه وتعالى بيحمي الأرض من الحاجات اللي احنا عاديين نفكر فيها بس احنا كإنسان دايما بيجزع من أي حاجة يسبح دي احنا في نشاط سامس ده نهاية الكون ده يعني مثلا الدورة اللي 24 اللي كانت من 10 سنين فاتت اللي نشاط الشمسي من 10 سنين كان بقعة شمسية كتير ما كانش فيه نشاط شمس كتير طلعت بقى نظريات احنا داخلين على العصر الجليدي ده خلاص الشمس ما بقيتش ناشطة زي الأول ده الطاقة اللي هجلنا من الشمس هتبقى ريبة هتبقى قليلة الكلام ده كله بس في الفترة الأخيرة يعني كل حد بيراقب المشهد البيئي يعني في العالم في تغيرات مناخية خطيرة جدا بتحصل دي حضرتها الطبيعية اه تفسيرك هذه التغيرات من منظور فلكي من منظور علم الفلك شافها ازاي انا اقول له حددك حل احنا في الدورة اسمها الدورة الخمسة وعشرين الدورة الخمسة وعشرين اضرب مثلا في عشر سنين يبقى من ٢٥٠ سنة العلم الحديث ابتدى من ٢٥٠ سنة ٢٥٠ سنة عندك ٢٥ دورة مش كافية ان انت تعمل احصى كفاية مش كافية ان انت تفهم يعني انت حدك لو دورت تلاقي ناس احصى مطلع بيان ومطلع شغل علمي بيقول ان النشاط الشمسي والطاقات العالية اللي بتيجي والحاجات زى كده ما بتأسرش في احرار الارض اذا ارصاد الجوية هتنفي ان احرار الارض جاي نتيجة النشاط الشمسي ويقول لك لازم الطبقات الغلاف الجو العليا تبقى درجات الحرارة عالية ومش عادية زي دلوقتي احنا عندنا داتة قليلة مش مصر انا بتتكلم على العالم كله ناسة نفسها ما عندهاش بيانات كافية ان هي تفهم دورة النشاط الشمسي الدورة ال 11 سنة دي فيه دورات اكبر من كده فالارض بتمر مرت خلال القرون اللي فاتت وخلال الالاف السنين اللي فاتت باوقات كانت درجة الحرارة فيها عالية واوقات كان فيه عصور جلدية وده شيء طبيعي تنوع الحاجات دي لحكمة يعلمه الله ان بتأثر على داخل باطن الارض بتأثر على الشحنات دي انت عارف النشاط الشمسي اللي بيحصل بيبني حزان فان ألن ده بحيث يحمي الارض حتى من الاشياء اللي جاي من خارج الشمس يعني هي لها جوانب ايجابية كمان يا فاندي حاجات كتير النشاط الشمسي ده ما هياش بس اضرار وممكن يحصل يعني ضرر لبعض المنشآت او غيره زي محرك قلت مثلا في كندا بعض المحطات الكهرباء لكن هي لها ايضا جانب ايجابي في حماية الارض اي طبعا عدلات بتحمي الارض من اي اشعة حتى لو جاي من المجرة جاي من نجوم تانية جاي من حاجات بعيدة الحاجات دي معظمها بيوقف الحاجات دي والمجال المغناطيسي للارض بيوقف بعض الشحنات دي وبيعمل بها حزام حولين الارض بيحمل ارض من اي حاجة جاي من الخالق فالتوازن الكوني ده كله اللي انا قلت لحضرتك عليه هو اللي بيحمل ارض من الخالق عز وجل لكن لو انا هقعد احسب احتمالات بقى واشتغل زي الناس اللي بطلع اشاعات والكلام ده كله ده احنا داخلين على عصر جليدي ده فيه نشاط شمسي ودرجات الحرارة تبقى اسد من كده انت ممكن تلاقي مثلا في الصيف ده تلاقي الديناء بتنطر في عز الصيف وتيجي يقولك ده اختلاف الجو وتلوث ومش تلوث زي يقول لحضرتك زي طبقة الاوزون ما بمسمعش عن الاوزون ليه رغم ان التلوث كتر وكان في فترة من الفترات من تكلم ده عن ثقب الاوزون يعني كانت دي كان مصطلح بيتم تدوله بشكل كبير جدا وممكن الصجب ده يكون بيزيد ويقل نتيجة دورة طبيعية بس احنا ما عندنا جداية علمية ان انا ااكد لحضرتك او انفل لحضرتك من ناحية دراسات الجوية سامي من ناحية الفلك سامي من ناحية التلوث فمحتاجين دراسات كتيرة جدا احنا لسه يعني الناس افتكرت ان احنا انت عارف حضرتك احنا قد دلوقتي مخرجناش من المجموعة الشمسية يعني رغم التكنولوجيات دي ورغم الانسان اللي وصلوا له الحاجات ازا كده العالم كله مخرجش من المجموعة الشمسية والمجموعة الشمسية ما هي الا نقطة في 15 مليار سنة ضوئية كنا واسع جدا وزي ما حرك قلت تعبير جميل جدا فكرة التوازن الكوني يعني اللي بيحصل ده كله من تغيرات طبيعية هي في النهاية بتؤدي الى توازن كوني من حيث البيئة فمهما كان فيه تغيرات طبيعية وبعض الظواهر فبالتالي النهاية الكون بيحافظ على نفسه بيبقى فيه حالة محالات التوازن زي ما حرك قلت شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات الاستاذ الدكتور اشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مرصد حلوان نورتنا فندم وشرفتن ألف شكرا حضرتك